السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكونوا بأفضل حال وقتاً صح مع عودة التدريبات أمس بالنسبة لمنشستر نايتد مع اكتمال النصاب الإداري الفني بانضمام كل من الرد بانستر روي وريني هاكي أو اكتمال النصاب الإداري الرياضي دان أشرز وغيره من الناس التي انضمت إلينا بلاقي أن هناك تصارع في الأخبار بالنسبة لمنشستر نايتد بالنسبة للعيبة التي سيجبها أو حتى اللعيبة الخارجين من منشستر نايتد وعايز أقول لك أن حتى الآن الكلام على أن الذي سنصرفه في اللعيبة التي سنجبها والصفقات التي نتحدثت قبل أنها تحددت تقريباً أدى الفلوس التي سنجبها من اللعيبة التي سنجبها حتى الآن وبعد ذلك نرى اليونايتد سيعمل ما فالنهاردة في هذا الفيديو سأحاول أن أحدث لك بعض الأخبار بالنسبة للعيبة التي سنشتريها أو اللعيبة التي سنجبها بالفعل أو في مرحلة البيع فالله بنا نضع لايك الفيديو واشتراك في القناة معكم محمود بدرام مجنون يونايتد وتعالوا نتكلم عن آخر أخبار منشستر يونايتد حسب أقوى المصادر الصحفية مثل فابريزيو رومانو ديفيد أورنستين نحن اتفقنا على كل شيء في صفقة جوشوة زيركيزي اتفقنا مع اللعب على الشروط الشخصية اتفقنا مع وكيله على العمولة وبعتنا لبلونيا وقلنا لهم سنفعل لكم الشرط الجزائي وتمام كده يمكن فيه خبر او اتنين بيقولك ان منشستر يونايتد بيحاول مع بلونيا ان هو يتفق على فلوس ما يدفعش الشرط الجزائي وانما مبلغ مقارب لكن اعتقد ان احنا هندفع الشرط الجزائي بالنسبة للعب ده واللي فاضل فقط لغير ان اليورو يخلص ونشوف طبعا ساركيزي بقميص منشستر يونايتد طيب نجي نتكلم على ساركيزي ده ونقول كلمتين عليه اه ممكن تقول ان هو مهاجم مش هدف جايب 11 هدف بس في الدوري الايطالي واربع اسست بس خلي بالك ان هو بيلعب مع بلونيا اه في كلام عليه ان هو الراجل ده مش بيخلص اصاد المرمى لكن تعال اخد لك شوية حاجات كده بالنسبة للعب ده لو انت شفته على اليوتيوب او كنت متابع مثلا بلونيا لانهم قدموا موسم استثنائي الموسم اللي فاك وده خلى عليهم العين في اللعيبة بتاعتهم وحتى المدرب اللي راح اليوفي فحتلاقي ان جوشوا زيركيزي تعتبره كده مش مهاجم وانما صانع العاب الراجل ممكن تقول هو نسخة من كين اللي كانت عاملة دوتو كده مع سن اللي هو بينزل لتحت وبيبتدي يستلم الكرات التقدمية وبيبتدي يصنع لك الفرص بالنسبة للاجنحة اللي بتلعب معاه وايضا ان هو بيقدر يطور الهجمة وينقل الهجمة الى التلت الهجومي بتاع الفريق لكن مش دي الحاجات اللي انا جاي اقولها لك انا جاي اقولك شوية احصائيات عنه لو اتكلمنا على المهاجمين فقط بالنسبة للدوري الايطالي اول حاجة معانا بتقولك انه هو صانع تلاتة واربعين فرصة ويجعله ما بين المهاجمين في المركز الاول بالنسبة للصناعة اما بالنسبة للفرص المحققة او الفرص الكبيرة فوصانع احداشر فرصة وده برضو بيجعله في المركز الاول بالنسبة للمراوغات لان الراجل ده بيحب المراوغات المراوغات الناجحة 47 وهو كده في المركز برضو الاول معانا افتكاك الكرة يعني لما بيبقوا في حالة دفاعية لان بلونيا كانوا بيلعبوا دفاعي ببعض الأحيان بالنسبة للمهاجمين افتكاك الكرة بعد ما يفقدها يعني تكون معاك الكرة يأخذها منه المدافع يروح مرجحها تاني تلاتة وعشرين مرة وده يجعله في المركز التاني التمريرات القصيرة 663 تمريرة نجاحة وهو كده في المركز الاول التمريرات الطويلة 19 وكده هو في المركز التالي فده يدل على ان اللاعب ده كلاعب محوري ولاعب حجر اساس في تشكيل بولونيا ومحرك هجومي بالنسبة لفريق بولونيا طيب لو جاءنا يا معلم سيلعب ازاي سيكون متواجد في التشكيلة ازاي هنا اقول لك ان انت لو جايب زيركيزي بانه هو يكون في التشكيلة الاساسية فبطبيعة الحال هو هيأثر على مركزين مركز المهاجم ومركز صناعة اللاعب طبعا احنا شفنا ان هويلند بيقدر يلعب في اسلوب يكون فيه اثنين مهاجمين زي ما شفناه مع الدنمارك والزيركيزي على فكرة ما هواش المهاجم التارجد داخل منطية الجزاء او المهاجم المحطة اللي حتلعب له العرضيات وهوب تلاقيه هو بيتشكلب لك بالرقصيات والكلام ده لا راجل بيحب الكورة وراجل بيسقط كتير فبالتالي هنا اعتقد ان اكتر اثنين هم برونو فرناندز ومين مونت الاثنين هتقصروا به وهويلند اه هتقصر بس لو جيت تلعبهم وتقول ان انا هحط هويلند وحط معها ازاركيزي في تشكيلة واحدة اعتقد ان انت هنا لازم تستغنى عن برونو فرناندز او تلعب ببرونو فرناندز على الجهة اليمين اللي احنا كنا بنشوف ان تنهاج في احيان كتير بيجرب فيها برونو فرناندز لكن ان انت تستخدمهم الاثنين مع بعض برونو وزاركيزي حتى لو حطلع هويلند من التشكيل وتنزل مكانه ساركيزي اه الاثنين ينفعهم مع بعض لان برونو فرناندز بيقدر يلعب دور المهاجم الوهمي بطبع زاركيزي هو مهاجم تاني بالاساس فهيلعب لك دور الوهمي الدور المهاجم الوهمي بشيء جيد جدا لكن هنا هل هيحصل تدخل في الادوار ولا اللعيبة هتقدر تنسك مع بعضها وتبقى مكملة بعضها لان ببساطة ده بيصنع لعب وده بيصنع لعب ده بيصقق وده بيصقق فممكن تلاقي الاثنين متواجدين في مكان واحد وهنا ده يعمل زحمة ويعمل تضارب في الادوار فلا انت لاحق عينب الشام ولا انت بقى لاحق عبالح الشام ولا عينب اليمن لا ده ولا ده واخد منه اي حاجة لكن لو قدرنا ان هم الاثنين يتفاهم مع بعض ويبقى ادوارهم تكمل فانت هتقدر تكسب من الاثنين لكن اعتقد ان هو لو التشكيلة اساسية هيبقى الهجوم بالشكل التالي زاركيزي بيلعب تحت المهاجم المهاجم هو هويلند على اليمين بنشوف برونو على الشمال جارناتشو او راشفورد على حسب مين المتاح فيهم والله اعلم ده اذا ما اتبعش برونو اصلا اللي طبعا فيه كلام ان هو الرايح السعودية وبعرض فلكي طيب نسيبنا من زاركيزي ونروح بقى للاخبار التانية بتاعت اللاعيبة ارنستين هو اكد اني دي دي لخت مش هو اللاعب الوحيد اللي احنا عايزينه في مركز قلب الدفاع بل اني احنا عايزين كمان ونشطين كمان اني نجيب ليني يورو المدافع الفرنسي اللي هو عايز ريال مادريد وريال مادريد عايزه بس بيقال اني مانشستر لنيت بيضغط على هذه الصفقة انها تتحقق فبريزيو رومانو قالك يا معلم لا بص دي لخت وبرينسويت اللي احنا قدمنا عرضه وطرفض دول صفقتين منفصلتين ومش معنى ان انت جبت واحد فيهم ان انت مش هتروح تجيب التاني تيجي نرجع بقى المين لبرينسويت اللي انت ممكن تجيبه منشستر يونايتد حسب المابتيرز قدم عرض اخر العرض ده كان بخمسين مليون جنيه استرليني خمسة واربعين مليون شراء بلص خمسة اضافات وحسب ديفيد اورنستين العرض ده تم رفضه من ايفيرتون لان ايفيرتون بيقايم ان برينسويت من نفس قيمة ماجواير لما انت اشتريته من الليستر فوفانا اللي باعه الليستر برضه الى تشيلسي ويكفارديول فبالتالي هو شايف ان العروض ده قليلة عليه وان المفروض ان احنا نعان للعرض واعتقد ان منشستر يونايتد سيبتدي يبحث عن خيارات تانية وده اللي تقال ان انت بتدور على لين يورو وبتدور ايضا على لاعب اخر فبريزي رومانو اتكلم عن اماد يلو وان منشستر يونايتد شايف ان اللعب ده يعتمد عليه للموسم القادم وهو من اهم اللعبة بالنسبة لمنشستر يونايتد ففيه كلام ان احنا في الفترة القادمة سيتم افتتاح المحادثات مع اماد يلو لتجديد عقده جدير بالذكر ان فيه خبر كده من مصادر تعتبر مش اللي هي بيقولك ان تم عرض 35 مليون يورو لشراء اماد يلو من احد الاندية الكبيرة في اوروبا ولكن منشستر يونايتد رفض هذا الموضوع تماما الصحفي برناردو ريبيرو صحفي برتغالي قالك ان منشستر يونايتد عاد بعرض اخر لجواو نيفيز بحوالي سبعين مليون باوند بلاص الاضافات وقالك انا مش عارف يعني هو كامل مبلغ بالضبط اللي محتاج لاعب عشان ينتقل من بمفيكا الى نادي زي منشستر يونايتد وان السبعين مليون ويقال ان حسب الصحفي ان رفض انتقال يجب ان تقدم للعب ضعف راتبه وغالبا لا يكفي لجواو نيفيز يجدد مع بن فيتا احد الصحفيين الاطراك برضو اتكلم عن اني فريدي كاكوغلو لاعب تركي اتولد في هولندا منشستر يونايتد مهتم به اللاعب ده لعب ظهير ولعب خط نص ولعب وينجر اللاعب ده ابتدى في هولندا طبعا وبعد كده حاليا هو مع فنرت بخشا وهو بيلعب للمنتخب التركي يعني الجنسية التركية ولكنه اتولد في هولندا واقوى مراكز له هي مركز ستة واحد الاصغرة سواء اليمين او الشمال برضو سامي مقبل قالك ان مانشستر يونايتد مهتم او حط بنت شيلويل من نادي تشيلسي على راداره وان هو ممكن يدي له عرض وممكن يستخدمه اذا امكن في هذا الصيف بصراحة انا بالنسبة لبنت شيلويل لو سيجي المانشستر يونايتد او فيه امكانية انا مرحب تماما ان هو يجي اللعب قادر ان هو هجوميا يساند حتى وان كان عنده مشاكل دفاعية بعض الاحيان ولكن انا شايف ان هو حيكون اضافة كويسة بالنسبة للمانشستر وايضا ممكن في بعض الاحيان لما تستخدمه كجناح يسار بالنسبة للتشكيل اتكلمنا عن صفقات القادمين بالنسبة للمانشستر يونايتد نذهب لصفقات الخارجين من مانشستر يونايتد واحدة منهم تمت وتلاتة تانيين يعتبروا في تطور مستمر وممكن نشوفهم في اقرب وقت يتمون الصفقة الاولى هي فاند بيك اللي راح لنادي جورونا فاند بيك راح لنادي جورونا بربعمية وتلاتين ألف جنيه استرليني تقول لي ايه ده؟ شاريينه بخمسة وتلاتين مليون استرليني ما يكملش نص مليون استنى لان فيه كلام ان الصفقة دي هتصل لحدود اربعة او خمسة مليون جنيه استرليني على حسب مشاركات طبعا فاند بيك مع نادي جورونا من عشرة لخمستاشر مليون جنيه استرليني تانية على حسب الحاجات اللي ايه هتحصل ان هو مثلا جورونا يروح لدور الستاشر في دور ابطال اوروبا ان جورونا الموسم القادم يشارك في دور ابطال اوروبا ان جورونا مش عارف عدد اهداف واسيستات معينة بالنسبة لفاند بيك معهم فممكن تلاقي ان الصفقة بتوصل لتوتال باكيج عشرين مليون جنيه استرليني لو تحققت كل الشروط بالنسبة لفاند بيك وانا ما اعتقدش انها ستتحقق كلها وممكن نلحق الى اربعة خمسة مليون دول بس وتمام على كده فيه خبر بيقول ان نادي النصر السعودي تقدم بعرض رسمي لشراء كازيميرو من منشستر رونيتد بحوالي الـ 32 مليون جنيه استرليني انا شايف ان ممكن ان انت تفوض في العرض ان انت توصل الى الاربعين وبعد كده تقول تمام يا معلم مع الف سلامة وتشوف انت ستجيب مين اذا كان اوغارتي او جواو نيفيز او مين بالضبط اللي سيكون البديل بالنسبة لكازيميرو في منشستر يونايتد برضو نادي اليوفينتوس نادي اليوفينتوس كان احد الاندية المهتمة بالجرين وود وحاليا غير الدفة لحد تاني في منشستر يونايتد وعلى ما يبدو كده ان موتا واليوفي عايزين جناح ايمن عايزين حد جناح يمين فبالتالي الاول راحه لجرين وود دلوقت الاسم اللي بيطرح هو سانشو سانشو على حسب الاخبار من ايطاليا بيقال ان اليوفي هيقدم عرض او قدم عرض خمسة مليون استرليني اعارة لمدة موسم مع تحمل اليونايتد لبعض من اجر سانشو في الموسم اللي في الاعارة وبعد كده يبقى فيه احقية شراء بالنسبة اليوفي او خيار شراء بالنسبة اليوفي بتلاتين مليون يورو ولو بعض الشروط تمت بالنسبة لسانشو تتحول هذا الخيار بتاع الشراء الى الزامية ان اليوفي يخده بمعنى يعني سانشو يجيب عدد اهداف معينة عدد اسيستات معينة يوصلوا لمكان معين في الدوري معرفش ايه مشاركات الكلام على حسب لسه مش باينة ايه هي الشروط فتبقى العملية هي عملية الزامية شراء بالنسبة لسانشو ولكن يقال ان اليونيتد لسه بيتفاوض مع اليوفي واليونيتد محبس فكرة البيع النهائي على طول مباشرة لا تضع خيارات مثل لان اليونيتد عم الشربة ينفق في الزبادي ونحن اغلب لعبتنا بخيارات شراء رجعوا لنا ثاني عادي لا يوجد اي حد فيهم اتباع حتى الان اخر الاخبار معنا هي عن جرينوود جرينوود بعد ما كنا نتكلم عن اليوفي والفالنسيا والاتزيو حاليا انطلع لنا جديد وهو فريق مارسيليا وعلى ما يبدو ان فريق مارسيليا هو الاقرب للحصول على جرينوود حاليا حسب بريس جرومانو ان الموضوع متقدم ووشيك وان اليونيتد سيضع شرط من البيع المستقبلي انه ياخد نسبة من مارسيليا هنا اطلع لنا خبرين بالنسبة لمارسيليا ان مارسيليا سياخد جرينوود بخمسة وثلاثين مليون جنيه استرليني من منشستر رونيتد ولم يوجد اي خيار للشراء من البيع المستقبلي بالنسبة لمنشستر رونيتد اما الخيار الاخر انه لا بـ 20 مليون جنيه استرليني وفيه خيار 50% من البيع المستقبلي الحكاية من النهاية ان منشستر رونيتد عايز يضع شرط بيع مستقبلي في عقد ميسون جرينوود ويمكن هذا اللي عطل استفقه قصاد لاتسيو وقصاد اليوفي وقصاد فالينسيا واليوفي لا يريد ان اضع الشرط اما لاتسيو فغالبا كان يريد ان اضع نسبة قليلة وعشان كده لا تم الاتفاق وغالبا ان هذا الموضوع سيحصل مع مارسيليا بكام هيتباع ميسون جرينوود وكم النسبة المستقبلية يعني يقال ان هم 35 مليون جنيه و 50% واعتقد ان انت لو عملت كده ده يبقى شيء جيد جدا طبعا رئيس نادي لاتسيو اتكلم عن هذا الموضوع وقال لك ان الموسم اللي فات بقى يا معلم ان هم كانوا قريبين من ميسون جرينوود ولكن انهارت الصفقة في اخر الاوقات وما يمكن ان يكون اللي ترجم ترجم غلط ولكن سواء اذا كان الموسم ده او الموسم اللي فات ولكن هو بيتكلم حاليا على انه عنده اسم في اللائحة افضل من عشرة ميسون جرينوود فلما نشوف الاسم ده مين لان انا حاسس كده ان هو يعني يفهم ايه واحد بيبيع كلام للنادي بتاعه اللي هو بص ده اقدر اعمل ما اعرفش ايه وهو يعني ما فيش بينزل على ما فيش ولكن سنشوف في قادم الايام مين الاسم اللي ممكن يكون موجود بالنسبة للاتسيو وهو افضل من عشرة ميسون جرينوود لان انا لو لقي حد افضل من عشرة ميسون جرينوود حبز ان هو يكون موجود في فريقي بالنسبة لمانشستر يونايتد في النهاية كان ده كل الاخبار اللي موجودة عندنا والتحديثات عن القادمين والخارجين اتمنى ان انا مكونش طولت عليك في الفيديو ده واتمنى ان انا اكون عملتلك ابديت ولو صغير وسريح حتى وان كانت بعض الاخبار مكررة معانا واتمنى ان الفيديو ده يعجبكم ولو عجبك الفيديو طبعا ما تنسانيش من لايك الاشتراك في القناة وشاهروا الفيديو في كل مكان عشان يصل المحتوى الى اكبر عدد ممكن واشوفكم باتم حال واتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة